نبقى في العراق وكابوس الجفاف والذي ما زال حتى الآن يهدد العراق ويهدد أيضا العراقيين تارة من دول منبع الأنهار المغذية وتارة من المناخ وارتفاع درجات الحرارة البنك الدولي حذر بدوره من أن العراق قد يشهد انخفاض بنسبة 20% من موارده المائية بحلول 2050 بسبب تغير المناخ نتحدث أولا عن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية هذا الارتفاع سيؤثر وبالدرجة الأولى وبشكل خطير على الاقتصاد إذا لم تكن هناك إجراءات ملموسة وأيضا تدخل سريع خاصة أن البلاد تشهد انخفاض كبير في معدلات تساقط الأمطار التي قد تصل إلى 10% خلال الأعوام المقبلة الجفاف يهدد أيضا الأمن أيضا الماء العراق لأنه سيؤدي إلى انخفاض المياه العذبة بالنسبة 20% هذا الانخفاض يشكل خطر كبير على مياه الشرب الذي يعاني العراقيون منه أصلا إضافة طبعا إلى تأثيره الخطير على الثروة السمكية في الأنهار وأيضا البحيرات في البلاد المياه لن تصل إلى قرابة ثلث الأراضي المروية الزراعية لا سيما في العراق التي تعتمد بنسبة كبيرة على الرأي وبالتالي تتحول آلاف الهكترات من الأراضي الزراعية إلى أراضي مبور وقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى 4% نتحدث عن ما يعادل 6.6 مليار دولار التهديد سينال أيضا من المناطق التي تعتمد على مياه الأنهار في أعمالها مما سيؤدي إلى تهجير قصري خصوصا جنوب البلاد كما أنه سيهدد فرص التوظيف وانعدام أيضا الكهرباء تغير المناخ لا يعد الكبوس الأوحد للأمن المائي في العراق فالتهديد الأكبر في العراق يتمن في حصر تركيا مياه دجلة والفرات وخفض حصة كل من العراق وسوريا من المياه أدت إقامة تركيا للسدود لسد أليسو على سبيل المثال على نهر دجلة والتحضير لسد آخر في منطقة جزرة قرب المثلة الحدود بين تركيا العراق وأيضا سوريا أدى هذا الانخفاض الكبير إلى انخفاض في منسوب المياه وإلى جانب تركيا هناك إيران أيضا التي قطعت المياه عن العراق بعد تحويل مجرى عدة أنهار تصبوا في العراق كما يحصل اليوم في نهر سروان الذي ينبع من إيران ويصب في بحيرة درب اندخان بإقليم كردستان العراق العراق يجهز ملف لمقاضات إيران أمام محكمة العدل الدولية مظرا لاستغلال إيران للمياه المشتركة ترجمة نانسي قنقر